لماذا يكرهنا المسلمون؟ لا بد أنكم سمعتم هذا السؤال وتذكرونه جيدا لماذا يحقد الغرب على الإسلام ويريد محوه؟ أيضا لا بد أنكم مررتم بمثل هذا التساؤل يوما ما في حلقة اليوم مشاهدين الكرام نواصل جزءا آخر من النقاش حول موضوع العلاقة بين الشرق والغرب نقاش ثري ومختلف عن السائد والمتداول والمكرور ينظر للصورة من زوايا أبعد وآفاق أوسع ويضع أمام الجميع مرآة الإنصاف والتجرد هو فرصة لفتح نوافذ الحوار لكن في سياق آخر غير سياق صراع الهويات وإذكاء مخاوف الذوبان والهيمنة أليس يجمعنا الجوار والإنسانية ومشتركاتنا السماوية؟ ألم ينهض الإسلام باحترام كل المعتقدات والثقافات؟ ألم يستقبل الغرب المهاجرين من كل مكان فكانوا وقودا لبقائه وبنائه؟ وأخيرا ليس كل الغرب صليبيا أو كارها يحاول تحطيم الإسلام وليس كل الإسلام متطرفا أو إرهابيا يريد محوى الغرب رحبوا معي بضيف البرنامج الدائم معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين أهلا وسهلا بكم معالي الشيخ مرحبا بكم نستكمل الحديث دكتور الذي بدأنا في الحلقة الماضية عن التواصل أو الصدام بين الشرق والغرب والسؤال هنا ابتداءا هل يشعر الغرب اليوم بالقلق تجاه الإسلام؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد طبعا لن أتحدث هنا عن رأيهم في الإسلام لأننا سبق أن تحدثنا عن ذلك في اللقاء السابق لأن الأمر يفترض أن أدخل في مقدمة في هذا الشأن هذا سلط الضوء عليه في الحلقة الماضية لكن الحديثي سيكون مصبا على جزئية سؤالكم وهي هل يشعر الغرب اليوم بالقلق من الإسلام؟ بالضبط هذا ما نريده نعم الغرب أقسام قسم يحكم على الإسلام من خلال البحث والدراسة العميقة وهذا القسم يدرك أن الإسلام دين مسالم وأنه لم يعتدي يوما على أحد لفرض الدين جاء هذا من خلال استطلاع ودراسات متعمقة ويعلم كذلك أن قاعدة لا إكرهها في الدين قد طبقها الاعتدال الإسلامي بحذافيرها ويدرك أيضا أن التصرفات الصادرة عن بعض المحسوبين على الإسلام إنما تخص أولئك ولا تشمل الإسلام وتحديدا لا تشمل بقية المسلمين وبالتالي فهذا القسم يرى أن الإسلام دين لا خوف منه أبدا لكن هذا القسم يحملون المسلمين مسؤولية عدم التصدي وبالقدر اللازم للتشدد والتطرف وتحديدا علماء ومفكري العالم الإسلامي وأيضا خاصة هم يريدون أيضا مواجهة التطرف الذي يسلط جهوده على دق اسفين بين المسلمين وهوياتهم الوطنية في الغرب ويقولون بأن مسؤولية إضاح حقيقة الدين الإسلامي هي مسؤولية الداخل الإسلامي بالدرجة الأولى ويؤكدون أن التصدي يجب أن يكون فعالا وملموس العثر أيضا طبعا هذه مسؤوليتكم في رابطة عام الإسلامي أيضا دكتور نعم ومن هذا المنطلق ولله الحمد ركزت الرابطة على تقديم المبادرات والبرامج الفعالة لتعزيز الاندماج الوطني الإيجابي في الدول الغربية وغيرها أيضا وأكدنا عبر كل مبادراتنا وبرامجنا على هذا العمر أكدنا عليه ليس بالكلام المجرد بل بالحقائق الشرعية نعم وكان هناك أيضا من عقلاء وعلماء ومفكري المسلمين في الغرب مشاركات فعالة وملموسة للأثر ومن هنا ولله الحمد جاءت أيضا وثيقة بكر المكرم والمستمدة من أهم وثائق الإخاء والتعايش الإنساني وهي التي أمضاها نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باسم الإسلامي والمسلمين أمضاها مع كافة تنوع الديني والإثني في ذلك الوقت كما ذكت كثيرا دكتور أن هذه الوثيقة جاءت حقيقة رحمة للعالمين وجاءت تؤسس لكل مناهج الإخاء الإنساني من بداية حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن نعم هذا أوضحنا في لقاء سابق وهذا صحيح تماما وثيقة المدينة المنورة هي أول وثيقة عرفها التاريخ الإنساني على الإطلاق لترسيخ قيم الإخاء والتعايش والتعاون الإنساني ومن الواجب الحقيقة على كل مسلم بل وعلى كل منصف حتى لو لم يكن مسلما أن يدرك هذه الحقيقة والتي حكى التاريخ بشواهده الماثلة ببيناته وزبره حكى بركتها على الإنسانية أجمع وباعتبارها أيضا ملهمة للجميع في متحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي أطلقته عالميا ولله الحمد رابطة العالم الإسلامي من مقره الرئيس بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية هناك ركن مهم وكبير يشرح وبالتفاصيل وبأساليب التقنية الحديثة يشرح كافة جوانب هذه الوثيقة التي كما ذكرنا هي ملهمة للإنسانية أجمع يشرح كامل بنود هذه الوثيقة ويدخل أيضا في تفاصيل قد ترد من قبل البعض من خلال الأسئلة من خلال الإيرادات ويجيب عليها بوسائل التقنية الحديثة ترجمة نانسي قنقر